مرحبا متابعينا معكم أخصائي التغذية دانا بردقجي فاعوري رح نحكي اليوم عن بعض الأطعم اللي ممكن تساعد الحمل بالنسبة للمرأة طبعا أكيد إحنا كأخصائي التغذية دائما ننصح المرأة بأنها تتناول أغذية متنوعة منتزمة ومتوازمة علشان دائما الجسم يعمل بشكل صحيح وأكيد إذا كانت المرأة عم بتحاول أنها تحمل بهاي الفترة المفروض أنه جسم هيكون عم ياخد كميات جدا جيدة من أنواع معين من البروتينات وبعض الفيتامينات والأملاح المعدنية من أهم من الشغلات المفروضة الجسم يكون عم بتناولها بتحضيره للحمل اللي هو حمد الفوليك أو الفوليك أسد إذا اللي ست عم بتحاول تحمل فإنها مفروض تحاول تتناول كمية جيدة من الأوراق الخضراء اللي بتحتوي على حمد الفوليك اللي بيساعدها خلال فترة الحمل كمان لبروتينات من الأنواع الجيدة مثل الدجاج السمك البيض الحليب كمان بيساعد على انقسام الخلايا بشكل جيد وعمل المبايد كمان بشكل منتظم وتوازن للسيدات اللي عم بيحاولوا إنهم يحملوا وحاوبين إنهم يعرفوا أكتر كيف يكون جسمهم جاهز ويساعد الجسم على الحمل خلال فتراته القادمة يتابعوا عند أخصائي تغذية اللي يشرح لهم عنها أكتر ويحكي لهم شو الكميات والأنواع المفروضة يكلوا وذي وذي شيء من كل شيء